ايه اللي مستنيك و ايه اللي في كل حاجة يا برج الطور خلينا نشوفه مع بعض هنقول مع بعض بداية عندك فكرة جامدة جدا بتفكر فيها قد نكون شغل جديد او حاجة عايز تبدأها بعد العيد ان شاء الله بتفكر فيها كويس قوي وعملت الفكرة في دماغك عارف ان هي فكرة نجحة و عارف ان هي هتكون مربحة ولكن انت عندك تخوف من المجهول او تخوف من انك تاخد الخطوة وتبدأ بالمشروع او الفكرة بتاعتك ما تقلقاش خالص ان شاء الله ربنا هيزبط لك رزق كويس جدا ما كانش الفكرة ده هتبقى افكار تانية افكارك كتير جدا يا برج الطور وفعلا كلها افكار جميلة خلينا نقول كمان بالنسبة بالنسبة اللي قالولي قولي لنا حلول انا مش فاهمة يعني ايه قولي لنا حلول ياريت لو حد يعرف يقولي يعني انا بقولي القراءة وبعدين بتقولي طب ما انت كده قلت القراءة وما قلتش حل انا مش عارفة يعني ايه حل خلينا نقول مع بعض بصوا بقى بالنسبة ليه الحبيب اللي بعد او هجر او في خلاف في ازمة يعني فالمفروض ان المشكلة ديت مساببالك ارق جامد ومساببالك ليه هو سابك وليه بعد وليه سابك ومشي فانت عمال بتفكر هو ما بيفكرش زي تفكيرك وما بيفكرش بنفس القدر ومش ومش هاي الهم الدنيا كده قوي ومش الدنيا متقدرة عنده كده قوي هو قاعد ولا على باله رايق جدا بيفكر فيك بين وقت والتاني ولكن مش بالقصرة اللي انت بتفكر فيها في ليكم رجوع اه في ليكم رجوع بعد فترة تقدر ان انت تستعجل الامور وتبدأ انت بالصلحة او تبدأ انت بالاتجاه لي اه ما تقدرش خلاص يعني ممكن تستنى اه في رحيل للهموم والغموم والتعب والامراض والمشاكل الصحية اه اه اتعرضت للغدر اه اتعرضت للخيانة ايوة اه اه اتقلمت كتير من ناس بس المفروض ان هما قرب ناس ليك حسيت بالقلم وحسيت بالعذاب جامد بس خلاص احب اقولك ان خلاص يا برج الطور الوقت ده عدى وفات وفترة قريبة جدا ممكن ما تتعداش الاسبوع هتلاحز ان هما بعدهم وكل اللي ازدت في حاجة ربنا ردهله الكرمة هتاخد لك حقك هتجيب لك حقك واكتر وانت قاعد بتتفرج مكانك مش مش هتروح ولا تعمل اي حاجة هيكون فيه بعد ليه ومعنا خالص وكل يعني كل خباياهم وكل مشاكلهم وكل التعب اللي بيجي من وراهم هيبعد هو كمان معاهم في فترة قريبة جدا اه اعادك او انتظارك للفرج مش هيطول لان الفرج خلاص بقى قريب اه سواء فرج عاطفي او او فرج مادي او فرج عملي او علمي كل ده هيزبط بعد العيد ان شاء الله اول اسبوع من شهر ستة هيكون اسبوع حافل هيكون فيه حاجات كتيرة كويسة جدا اه ممكن لحد نصف ستة هتكون الاوضاع كويسة جدا هيكون فيه انصلاح لأحوال حاجات كتيرة قوي اسفل القطع بس كان حصل دوش جمدة فكنت قمت اشوفها فتمام خلينا نرجع تاني ونكمل بقيت كرائتنا اه قرائتنا بتقول ان الشركين او الشخصين اللي انت محتار فيهم ومش عارف انه منهم الخير وانه منهم الشر او العلاقتين اللي انت فيهم ما انتش عارف تكمل في انهي ولا تسيب انهي الموضوع ده صعب جدا حاسس بالحيرة حاسس بالقلق والتوتر ما انتش عارف تعمل ايه برج الطور واقف بينهم محتار استنى وقول بس يعني اقل من يومين ثلاثة وكل واحد هيبان على حقيقته وهتعرف اختيارك يبقى في اي اتجاه ما تقلقش الاختيار مش هيكون من جهتك الاختيار هما اللي هيدهولك هما اللي هيوضحولك الامر هما اللي هيبعتولك الاشارة تكمل في انهي علاقة وانهي تنهيها في انكشاف لامر مهم جدا كان غايب عنك بقى له فترة في حاجة كانت قلقك قوي ومقرقك جدا وما انتش عارف هي فين ممكن حاجة ضيعة منك ممكن حد عامل فيك حاجة او انت تعرضت الازى ومش عارف مين الشخص اللي ازاك فالامور دي كلها هتوضح لك مصروفات بتاعتهم علشان يقدرهم يعدوا من الازمة دي بسلام ان شاء الله فيه امسراجة وفيه دخل هيكون موجود وهيكون فيه رزق هيوسع عليكم شوية الوقفة هتفضل زي ما هي الحيرة في المصروفات عندنا كلنا وهتفضل زي ما هي ولكن الربنا بقى هيبعت له الفرج وهيبعت له الرزق مش هيبقى محتر الحيرة ديات ومش هيقف نفس الوقفة هتنفرج شوية هيكون في تحسن في الامور المادية بتلاقش خالص 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 يا برج اتثور ان شاء الله ربنا هيبعت لك فرج كبير جدا وخير جتير جدا فيه عندك افراح واتمام لعلاقات زواج او علاقات خطبة كمان فيه صلح ورجوع لبيت الزوجية بالنسبة للمتخصمين والمبتعدين عن بيوتهم فيه علاقة مسمرة جدا هتتم وهيكون ليها سمار طيبة جدا هتعشش على البيت وهتنور البيت فيه هدية او عطية حدا هيدها لك وهتكون سعيد بها جدا في اغلب الاحيان هتحس بالسعادة والسرور لما تكون من اهل بيتك هتحس بها اكتر فان شاء الله ايامك اللي جاية تكون كلها سعادة وهنا وفرح وارزاق وهحاول ان انا نقلل تاني في الدعاء علشان محدش يتدايق بالنسبة لحبيبي وحبيباتي المتبعدين او المتخصمين او المطلقين او المنفصلين فحب اقولهم ان ان شاء الله فيه رجوع وفيه بناء وفيه اسمار بصمرة طيبة للزواج او الارتباط ده اه كمان فيه اه حياة حلوة هتقشوها سوا تكوين اسرة سعيدة ان شاء الله بعد للهموم والتعب والمشاكل وكل شوية الحبة مشاكل حبة مشاكل دي هتروح لحالها مع انتوش خلاص هتشوفوها ايام كل جاية كلها سعادة بالمجمل بالنسبة للمطلقين والمنفصلين بالنسبة لحبيبي وحبيباتي العزاب والمتاخرين في الزواج فان شاء الله فيه انصلاح للحال فيه رضا من طرف الاهل عن الزوج او الزوجة اللي هيدخلوا العيلة هم كانوا رفضين الفكرة دي بالنسبة للمتاخرين الزواج فهيقبلهم بالنسبة للعزاب لحد بيرقبك كويس قوي وعادت عليك حركتك وسكناتك بيحبك جدا وهياخد خطوة رايب جدا في انه يظهر في حياتك كمان فيه تحقيق الاهدافك يعني لو فيه شخص معين انت معجب به او بتكراش عليه او بتحبه العلاقة هتاخد منحنة تاني وتبدأوا في لقاءات وتبدأوا في معرفة وطيدة بينكم وبين بعض انصلح للحال عموما ان شاء الله للعزاب والمتاخرين في الزواج كده احنا قلنا القراءة بتاعتنا من مختلف الاتجاهات بحاول ان انا نخليها مختصرة جدا بالنسبة للامور المادية ففيه تحسن في الامور المادية بعد العيد زي ما احنا قلنا فيه نجاحات فيه اخبار كويسة فيه مباركة فيه نجاح وفيه ترقية فيه حاجات حلوة بكيرة هتكون من نصبكم يا برج التور فيه صلح مع الاهل اللي كان فيه مشاكل فيه انطلاق ليك وفيه تحرر وفيه خروج عن المألوف وحركة وصحة وحاجات كتيرة كويسة جدا هتكون في حياتك في الايام اللي جاية يا برج التور بتمنى ان انتو كون لكم تكونوا بخير وعلى خير بتمنى ان انتو ما تنسونيش باللايك وتدعموني بالشراك في القناة بحبكو جدا في الله باتمنى ان انتو دايما تكونوا معايا انتظروا منه فيديوهات جديدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر